موسيقى موسيقى هلو حبيبي صف! جميوتين يا جميعا عملت بلاك سموكي اي الزي ما انتم شايفين وووه فذا اللا عملتو الناس كتيرة كانت عايزيني أستخدم بالت واحدة بس عشان كده استخدمت الهودا بيوتي اي شادو بالت بس كده لو عايزيني نشوفها عالة اللوك ده ازاي دان نكيبون واتشين سو خلصت عين اف كامرا بس لازم عمل من تحت بس من الحدش لوك سبت كريزي دلوقتي نعمل العين التانية مع بعض بعد كده هنلزق رموش عشان ان هو ده هيعمل الفرق الشيء سعمل اللي في الاخر طيب احنا هنستخدم الهودا بيوتي اي شادو بالت روز قول بالت يعني انت لو معنده اي شادو بالت وعايزين تنبست ان ون عايزين تنبست ان ون عايزيني تنبست ان ون بقضة هي يعني انا بقضة ممكن اعمل كميت لوكس بس بدي هي غالية شوية بس هي تستاهي بالصراحة يعني ممكن تعمل بلاك سموكي يعني ممكن تعمل كولير فرم ممكن تعمل متالكس كمان اصلا هي دلوقتي طلعت نفس البالت بس جديدة فخلت ال كونسستنسي يعني بتاعت العيشة روس احسن كمان سانا عن نفسي الصراحة وطبع عندي القديمة مش هشترك جديدة اه اوكي خليني ابتدي هاخد انا البلندينج بوش بتاعي وهخش في اللون سانز الود واخش في اللون سانز الود ده واعطس الكيس بتاعي هنا وانا عادتها مش بارفة لاي شادو بس عشان احنا هنملك كله اسود عايزيني نرفعها فوق عشان الورنج يباني عادة كده هاخش في حنة عشان محمر شوية هتباني مكتب وحطها مكان اوحطها في نفس الحتة اللي انا حطيت فيها المني الفتح بعد كده هياخد فشة اصغر شوية هخش في اللون محمر كده شوية وهمشي في الخط ده بس وهالي باب نفس الفشة اللي قبليه وعن اللي هابلند بعد ما عملنا كده هاخد اي لاين من اسود عادي جدا ده بطع ومية عشان انا عادتها مش بحستخدم اي لاين بس والحتة البيضة دي هنملاها بالكحر عشان تدلنا بيس نحط عليه العيش هدو كده عندوكو حاجة شكلها كده هي مش فرقة لو هي مش متنظمة قوية عشان خاطر احنا كده كده هناخد فرشة كبيرة دلوقتي هنعمل البلند هناخد فرشة اصغر شوية ونعمل البلند اكتب كده يعتبر خلاص نجحت وعندوكو بلاك سموكي اي موضوع سهل جدا بس هناخد باودر من نفس البلند الاسود اسمها بلاك ترافل وحطها فور كريم عشان ما يتحركش معانا في اليوم هناخد فرشة اللي صغيرة اللي عملتها بلند قابليها وهناخد فرشة في الاسود والغري عشان اعمل تانزيشن احسن من الاسود للبلندة وهم حاجة يا جماعة في بلاك سموكي اي الصبر 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 ان انتوا هتعادوا تعملوا بلند كتير قوي هناخدنا كده هارجع الفرشة اللي قابليها وحط برني الفتحة انا وحط ما في الاول هعمل بلند اكتر بعد اما انت كده دلوقتي هشيل البلند كده وعملنا خط يا جماعة حلو قوي لسبب مش بحبه يبقى الشارب قوي كده فهاخد فرشة هعمله بلند شوية هاخد فرشة ثانية وهاخش الشامبين كالر مون دست وحطوا من عيني من جوه وعلى طرف حاولي وحامل ايلاينر بسرعة وهلزق الرموش وهرجع لكم دلوقتي احطي الايلاينر والرموش واخلص وشي وارجع لكم دلوقتي تاني متوا شايفين الرموش بجد عمله اكتر فرق حطيت فونديشن وكونسيلر ودلوقتي اوكي دلوقتي دلوقتي اعمل كنتور اعمل كنتورين مع بعض هستخدم البتاع اللي صغير ده بتاع مك اللي هو بان بيش اللي قلت لكم عليه مرة فاتت ففيديو اللي فاتت اللي كان عاقبني اوه اعمل كنتورين اعمل كنتورين انا مرة دي استخدمت اللوريال انفالة بالفونديشن وجدت انديفاكتابال فانداشن مش عاف القلية افتكرت اسمومه وانا درجتي متان وعشرين بتلوقم تلوقوهم فاللازايا حلوة قويس صراحة كثانا مشكلتي انلوهم مصر كث theory sucker مش بتنزل البينوان كثيرة قوي ومعظم من الالوان هما بينزلوها بيبفاتحين قوي يعني انا عن نفسي قصة مش غمقة بس لما بياخد تان في السيف مسلا وحتى في الشتاء بيلاقي ان في درجات كتيرة مش لقيها يعني مش ماتشي مع كالر وماشيت خالص وانا شايفة قصة ان احنا معظمنا في مصر درجاتنا اغمق فلوريال مزايا كل ناس لو سمحت نزلوا درجات اغمق درجاتي هاخد برونزر درجاتي هاخد برونزر تاماك في لون فورمات مع البرونزر ده هو مدي فيه مش باين بس هو عنده شوية جولد ريف لكس كده فحلو قوي للسيف عشان خاطر مع الشمس هادي شايفين دلوقتي باين بيدي حتة جولد كده بيبقى شكله ناتريل قوي يعني انا متخيل نفسي قصة انا فعلا في السيف ممكن استخدم ده احط ده فوق بشرتي وشوية هايلايتر وبس ناخد البتن وايد كالر بلوش لون خوخ كده عشان خاطر شبه اللون احنا هطناه في عينينا من جواه يلا تضحكة فيك يلا تضحكة فيك حرجع بقى نفس البعلي التاني واخش في الهايلايتر ده مون دست وحطه اذا هايلايتر فوشي هايلايتر فعلا مش لازم تشتروا هايلايتر مخصوص انا اقربكو تاني عشان نخلص عينينا احنا اخود فورشة صغيورة كده وحنخش في حنة حنة ساندلوت كده انا نحق نفس الحكاية حيني التانية بعد ما عملنا كده هنخش في الاسود التاني بس مش هنقطر منه وهنحطه في معلش الشمس برا تلاقي النور تغير دلوقتي عشان في كلاوت على الشمس في الشمس اداخل ولعملته زي ولعملته زي ولعملته زي حاسيت ان انتو بوستوها شوية تاخدو سبونج انا عملت بيه الفاوديشن بتاعتي واكين ابر تلاتي ناخد الدرجة الفتحة اللي احنا اخدناها تاني نستخدمها هايلايتر ندخل نحطها جوه لنا اكتر شوية كده تلاتي يولو نحط ها حط المسكرة في الرموشي من تحت واركا كده ساني بالزوت اوكي راجعنا ها باعتكو شوية تاني اوه تلاتي نعمل الشفايف وانا فور ها استخدم الليب لينير ماك اوه نود بوني مدي على بوني كده شوية تلك وابل كده انه مليش في البينك خلص بس ها حاول ابتدي ا استخدمهم اكتر شوية وها استخدم الليبسيك بتاع سفورة جميع الليبسيك بتاع سفورة حلوين اوي 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 وبعد راحتهم عاجباني جدا مش هاها شحاركو ريحتها ازاي بس هو فعلا بيفضل معاكو اليوم كله وصاره حلوه مش فاكرا جبتو كامس صراحة بس هو ارخص من الليبسيك وده لونه ها 4156 سين وفيكه مشكله بدول بس حاجة الوحيدة ان الالوان بتفرق من بلد بالبلد يعني تلاقي رقم ده موجود مثلا جبتو من اتوليا مثلا مش هدلا ايه هو و هو فقالما مش هدلا ايه هو و هو في امريكا مش عافلي الموضوع غريب اوي اتخلصنا يا جماعة هو ده الميكاب لك انزلوا عايزين تحطوا روج مختلف بس منصح كوش قوي الصراحة عشان خاطر يعني خليكو خليكو في النوتس عايزين تحطوا لون أفضح ممكن عايزين تحطوا لون اغمق ممكن مش غيمة اوي الصراحة يعني مانصحوش يعني هيبقى كتير اوي عشان عايزين التركيز يبقى على عينيكو تحطوا تيال كده يعني بس هو ده اللون اني اخترتو هو عادة معت بس انا عشان كنت حطت البام تحطيه فالسه بينشف بس هو ده اللوك ان شاء الله يكون اجابكم الفيديو وانتو اخترتين ان انا اعمل بلاك سموكي اي اشوك في الفيديو الجاي